جاء مرة للعيادة مريضة في منتصف الأربعينات من العمر متزوجة وعندها ولدين وهي رشيقة ومحافظة على جسمها ولا تشكو من زيادة الوزن وتمارس الرياضة ثلاث مرات في الأسبوع مع أن اليوغا تعتبر رياضة خفيفة يعني حركات إطالة وستريتشات المهم المريضة تشتكي من ألم مزمن في الظهر والقدمين وبدأ يأثر على نمط حياتها اليومي ولما سألتها عن كيفية الألم قالت أنه ألم في الظهر أسوأ بالصبح وعند الخروج من السرير تعلمها القدمين وينتقل للركب وكامل الساقين وبتحتاج تستخدم مسكنات للألم لإكمال يومها ولازم ترتاح بين فترة وفترة ولكن ما كشفت عليها اكتشفت شيء غير طبيعي بشكل أقدامها أقدامها مسطحة وبدون أقواس بهالحلقة راح تتعلم أربع إصابات متعلقة بشكل القدم وكيف عالجت حالة هذه المريضة بنجاح خلال أسبوع واحد تابع ماي عزيزي المشاهد حلقة جديدة من دقيقتين عافية سبب معظم الأمراض بسيط وهو العداد والاختيارات الغذائية الخاطئة اشترك بالقناة إذا لا تستثمر صحة جسمك وتحرر طاقاته لأعلى مستوى يو آر و تيو إيد وخليني نبدأ بصلب الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم مقدمكم الدكتور فارس عرب هل تعلم أن شكل القدم يجعل الشخص أكثر عرضة لمشاكل في المفاصل؟ الدراسات الحالية تقول بأن شكل القدم له علاقة مباشرة بصحة مفاصل الأطراف السفلية فيمكن أن يسبب شكل قدمك في الإصابة بحالات معينة وبتتطور مع التقدم في العمر وتسوق مع ممارسة الأنشطة البدنية المتكررة لأنها تضغط على العظام ولنسج الرخوة في قدمك أولا لازم يشرح بعض قوانين البايوميكانيكس أو الديناميكة الحيوية للأقدام يوجد بشكل طبيعي ثلاثة أقواس في القدم الأول هو قوس يمتد من نهاية الكعب على طول الحافة الداخلية لقدمك ويسمى القوس الداخلي الطولي أو Media Longitudinal Arch والقوس الثاني يمتد على طول الحافة الخارجية لقدمك ويسمى القوس الخارجي الطولي لا ترى Longitudinal Arch والقوس الثالث مستعرض من جانب مشت القدم إلى الجانب الآخر ويسمى Anterior Transverse Arch تعمل هذه الأقواس لثلاثة معا لتوفير الدعم للقدم لامتصاص الصدمات والتكيف مع تضاريص الأرضية أثناء المشي أو الجري لمعرفة نوع القوس لديك يمكنك تجربة هذا الاختبار البسيط بل للجزء السفلي من القدم ثم نقف على قطعة ورق مقوى هتشوف واحد من هالثلاث أشكال إذا كان قوسك مرتفع أو مسطح فهذا يسبب ضغط إضافي على أربطة العضلات والمفاصل خاصة إذا كنت منخرط في أنشطة رياضة عالية الجهد والتحمل أو حتى إذا كنت تقف على قدميك لفترة طويلة انحراف عضيمات القدم يؤدي لعدم تعامد خطي الوزن والجاذبية وبالتالي لإفراط في استخدام أجزاء معينة من القدم دون الأخرى والإفراط في استخدام هذه الأجزاء يؤدي إلى إصابات مزمنة هستعرض معكم الآن أربع إصابات شائعة وطرق علاجها مع تمارين علاجية تمارس يوميا في نهاية الحلقة الإصابة الأولى تسمى الورم الملتهب أو الوقعة أو بالإنجليش بنيينز تتطور حالة الوقعة بسبب القدم المسطحة والأربطة المرينة وتتفاقم بسبب الأحذية الضيقة أو الكعب العالي وتسبب الوقعة جلد أحمر ملتهب وسميك على جانب إصبع قدمك الكبير وتغير اتجاه إصبعك الكبير ليصبح متجه نحو أصابع قدميك الأخرى وتكلس على مواقع الضغط مع علم القدم الذي قد يأتي ويذهب وتتطور الحالة بسبب الإهمال إلى نمو الأضافر داخل الإصبع الحالة مسمى نيل إنجروث وهي حالة مؤلمة جدا تحرم صاحبها من المشي تعالج الحالة بإرتداء أحذية رياضية ذات نعال مبطن وتوفير مساحة كافية للأصابع ويمكن لأخصاء العلاج الطبيعي مساعدتك بوضع شريط طبي لاسق خاص يسمى كينسيو تيب لزيادة تضفق الدم إلى المنطقة وزيادة تأثير مضادة الالتهابات وتخفيف الآلام النوع الثاني من الأصابات يسمى أصابع المطرقة أو هامر تو هو تشوه يجعل إصبعك ينحني ويلتف للأسفل بدلا من الإشارة للأمام الأقواس المرتفعة والأقدام المسطحة تزيد من احتمالات الإصابة بإصبع المطرقة مما يسبب لك عدم الراحة عند المشي والألم عند محاولة إطالة أو تحريك الإصبع المصاب أو ما حوله وحسب الحالة تكون العراض خفيفة أو شديدة يمكنك تصحيح إصبع المطرقة عن طريق ارتداء أحذية مناسبة وقد يساعد وضع وسادات إصبع القدم أو النعال إنسول في حذائك بحيث تغير موضع الإصبع ليخفف الألم ويصحح شكل القدم النوع الثالث للإصابات هو التهاب اللفافة الأخمصية أو بلانتر فاشايتس 95% من ألم القدم هو بسبب التهاب اللفافة الأخمصية وهو ألم في أسفل الكعب بسبب التهاب الأنسجة الرخوة أو الرباط الصميك الذي يشبه الشبكة وهو يربط الكعب بالجزء الأمامي من القدم يسمى بلانتر فاشا يعمل كممتصل الصدمات ويدعم قوس القدم ليسمح بالمشي يؤدي الضغط المفرط على قدميك إلى إطلاف أو تمزق في هذا الرباط وعادة ما يكون الألم أسوأ في الصباح عندما تأخذ خطواتك الأولى من السرير بسبب ضعف تدفق الدم أثناء النوم والألم يجعل صعود الدرج صعب جدا بسبب تصلب الكعب العلاج الطبيعي هو أساس علاج التهاب اللفافة الأخمصية عن طريق تمارين لطالة أوتار اللفافة ويلحقها تمارين لتقوية عضلات أسفل الساق ليساعد على استقرار المشي ويقلل من عبء العمل على اللفافة الأخمصية وأيضا التدليك المستمر للقدمين يساعد في تسهيل مرور الدم للأنسجة المصابة وإذا استمر الألم ولم تنجح الطرق السابقة فأنصح بعلاج الموجات الصادمة شوك ويف ثرابي في هذا العلاج الموجات الإهتزازية تحفز الشفاء داخل الرباط النوع الرابع من الإصابات هو إصابات مفاصل الساقين إذا كانت بنية القدم بقوس مرتفع أو مسطح فقد تكون أكثر عرضة لإصابات الكاحل والركبة والفخذ والحوض وأسفل الظهر فوفقا لعلم الميكانيكا الحيوية للجسم اختلاف ارتفاع القوس يمكن أن يكون السبب الرئيس في ألم مفاصل الأطراف السفلية لأن هذه الأقواس لها تأثير معين على قوة عضلات الأطراف السفلية فعندما يصبح الكاحل ضعيف أو غير مدعم بشكل جيد وباستمرار الأداء البدني يؤدي إلى إحداث موجات ارتطامية وبالتالي شد على الأوتار وضغط على الغضاريف واحتكاك مضاعف على الأربطة ومكونات الساقين العلوية والسفلية ومن ثم الخشونة أو أرثريتس والحالات مثل التهاب وسادة المفاصل برسايتس والتهاب أوتار العضلات تندنايتس وشوكة القدم أو هيل سبر ألم جانب الساق تشين سبلينتس كلها تبدأ من القدم الآن السؤال هو كيف تعالج هذه المشاكل بنفسك وفي المنزل؟ طبعاً العلاج الطبيعي هو الألفا والأوميغا لعلاج المفاصل تابع معي إلى النهاية تتكون تمارين العلاج الطبيعي من ثلاثة مكونات أولاً تمارين حركية هوائية ابدأ التمارين بتحريك القدم خلال مجالها الحركي كاملاً تحريك مشط القدم للأعلى والأسفل سوف يضغط على العضلات والمفاصل لتحريك الدم المتوفر في المنطقة كرر هذا التمارين 15 ل20 مرة لكل قدم في بداية التمارين ثم انتقل لتحريك القدم للجانبين كما هو مبين أمامك التحريك الهوائي للمفصل أيضاً يفيد لدفع مخلفات الأيض خارج العضلات وبعيداً عن المفاصل التمارين الثاني عبارة عن مساج للأنسجة في أسفل القدم أحضر أي عبوة إسطوانية متوفرة أمامك في هذا المثال أحضرت عبوة معطر الجو واستخدمتها كمساج للقدم كما هو مبين أمامك ثاني أنواع التمارين في العلاج الطبيعي هو تمارين الإطالة قم بإطالة عضلات أسفل القدم باستخدام قدمك الأخرى واضغط على الأصابع للخلف حتى تحس بشد قوي على طول أسفل القدم وكرر التمارين لمدة خمس دقائق لكل قدم ثم عكس اتجاه الإطالة لإطالة عضلات مشت القدم كما هو مبين أمامك وهذا تمرين آخر لإطالة عضلة الساق الخلفية ا.k.a البطة أو السمانة ستحتاج لمواجهة جدار والإنحناء عليه من ركبة الساق الأخرى بهذه الطريقة حتى تشعر بشد قوي في العضل المطلوب إطالتها انتبه أن لا ترفع كعب قدمك عن الأرض حتى لا تخسر فائدة التمرين كرر التمرين لتحصل على خمس دقائق من الإطالة لكل عضلة ثالث أنواع التمارين في العلاج الطبيعي هو تمارين تقوية العضلات في هذا التمرين سنقوم بالوقوف على أصابع القدم ارفع أحد الركبتين واستعن بالجدار حتى لا تقع وابدأ برفع وزن جسمك على أصابع القدمين بهذه الطريقة وكرر التمرين خمسة عشرين مرة وهنا تمرين آخر لدقوية عضلات أسفل القدم المتحكمة بالأصابع ثبت الكعب وقم بسحب منشفة أو فراش التدريب بهذه الطريقة وكرر التمرين خمسة عشرين مرة لكل قدم تمرين آخر لدقوية عضلات البطة أو السمانة وهو من أقوى التمرين لإبراز هذه العضلة نقوم برفع وزن الجسم على حافة مرتفعة بهذه الطريقة كرر التمرين خمسة عشرين مرة وأخيرا تمارين باستخدام ثيرابانت أو مطاط التدريب تستخدم هذه الأداة البسيطة والغير مكلفة في مجموعة متنوعة من تمارين القوى العضلية في المنزل سنقوم بتمرين الاتجاهات الأربعة للقدم بهذه الطريقة ويكرر التمرين خمسة عشرين مرة لكل اتجاه إذا قمت بممارسة هذه التمرين يوميا لمدة شهر على الأقل فسوف أضمن لك علاج نهائي لأي مشاكل قدم تعاني منها هنا نصل لنهاية الحلقة عزيز المشاهد لا تنسى تشوف الحلقات السابقة وانتظر الحلقات القادمة اشترك بالقناة وضع زر الإعجاب وكتب لي رأيك بالتعليقات ألقي نظر على المصادر في صندوق الوصف معكم الدكتور فارس وبشوفكم بحلقة أخرى بإذن الله تعالى واتمنى لكم ضوام الصحة والعافية